قال رئيس تشيلي جابرييل بوريك ان عدد قتل حرائق الغابات المستعرة وسط البلاد ارتفع الى مائة واثني عشر فيما اتت النيران على احياء باكملها اضف ان البلاد تواجه مأساة كبيرة جدا وذكرت السلطات ان المئات ما زالوا في عداد المفقودين مما يثير مخوف من ان عدد القتلى سيواصل الزيادة مع استمرار العثور على جثث عند سفوح التلال وفي المنازل التي دمرتها الحرائق اشتركوا في القناة